الحمد لله رب العالمين له الحمد سبحانه وتعالى حرم الظلم والطغيان ونهى عن قتل النفس وسبك الدماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب سواه ولا معبود بحق غيره وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا أما بعد عباد الله اتقوا الله حق التقوى وعلموا أن رسالات الله إلى أهل الأرض والدين الذي اختاره الله لهم هو أثمن هبة للبشرية وأعظم منة عليهم خيرة الله للإنسان منهج حياته وطريقه الموصل إلى جناته وهو النعمة التامة والفضل المبين يقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أيها الإخوة في الله كل فساد يظهر في البر أو في البحر فهو بما كسبت أيدي الناس كما بيّن ذلك القرآن عملوا ذلك ليذيقهم الله تبارك وتعالى بعض الذي عملوا ثم أعلموا أن المجتمع المسلم يتكاتف أفراده رجالا ونساء ويتعاونون في مجال الإصلاح ونشر الخير ومنع الفساد في الأرض في مقابل المنافقين الذين يصعون إلى عكس ذلك وقد بيّن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد الإقاب ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز سبك الدماء المحرمة تحت أي تعويل تحت أي تعويل وكان من عادات الجاهلية والكفر بالله والكافرين سفك الدماء وقطعة الرحم ومن الأسس الأذيمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى عز وجل حفظ الدماء والإنسانية تطلب ذلك وإن إزهاق الأرواح البريئة وقتل الأنفس الطاهرة من الجرائم العظيمة التي لا يرضى الله بها واتل عليهم نبى بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يديا إليك لعقتلك إني أخاف الله رب العالم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جذاء الظالمين فالتقوى أيها الإخوة تحول بين الإنسان وبين الوقوع في الحرام إخوتي في الله لقد أسرف بعض الناس اليوم في صفك الدماء وإزهاق الأرواح مثل فرعون وقومه كأن لا فرق بينهم وبين فرعون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء الأذاب هكذا قال القرآن كما اشتهر بعضهم بالقسوة الشديدة الشديدة المفزعة وكان صفك الدماء عندهم أسهل حاجة أسهل شيء بل أسهل من شرب الماء يقتلون ويقتلون ويقتلون ويريدون أن يقتلون القتل إزهاق الأرواح والإياذ بالله وإن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كبيرة عظيمة من الكبائر ينبغي أن يتنبه وقتل النفس منهي عنه في كتاب الله كما جاء في هد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقتل نفس إلا بحق وكما يترتب على قتل النفس حد ووعيد في الآخرة وإن ذلك من كبائر الذنوب بل من أشنع وأعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل وجاءت أحاديث أحاديث صحيحة في النهي عن قتل النفس يقول عليه الصلاة والسلام حتى عن من قتل نفس نفسه بنفسه يقول عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بشيء أذب به يوم القيامة متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي أعلمته جراحه جراحه فقتل نفسه لما سئل عنه قال هو في النار الذي قتل نفسه هو في النار فما بالك بالذي قتل غيره وقتل 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 وصفك وصفك يقتل ويقتل ويقتل ولا يخاف أحدا ثم إن المنتهر قضية الانتهار الذي ينتهر نفسه تخلصا من شدة أو من بلاء في هذه الدنيا له نفس الحكم كما جعل الله سبحانه وتعالى جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وعداد الأذاب العظيم له ومن يقتل المؤمن المتعمدا ومن يقتل المؤمن المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له أذابا أظيما حديث أخرجه الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس ووقوق الوالدين وقول الزور أو قال شهادة الزور حديث مسلم وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ النساء وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا عمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها والإياذ بالله يقول عليه الصلاة والسلام لا يهل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وعني رسول الله إلا بإهداء ثلاث النفس بالنفس والسيب الزان والمارق من الدين التارك للجماعة حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سبك الدم الحرام بغير حق ومن هرس الشريعة على حفظ الأرواح البشرية ومن الضروريات الشريعة تهريم قتل النفس المحرم إلا بالحق ومما يدل على عظمة النفس البشرية النفس الإنسانية ما في هديث أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وكما عد الرسول صلى الله عليه وسلم قتال المسلم أخاه المسلم كفرا وسبابه الذي قد يرجي إلى قتاله فسقا سب المسلم فسق وقتله كفر وفي هديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان وفي رواية إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول قال عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه حديث أخرجه البخاري ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يذال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسب دمًا حراما ما لم يسب دمًا حراما ما لم يسب دمًا حراما أقول ما تسمعون وأستكفر الله لي ولكم ولسائل المسلمين من كل ذنب فستكفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بهسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا ومن تبعهم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومن تبعهم على خاتم الأنبياء والمسلمين من كل ذنب فستكفروا ومن تبعهم على خاتم الأنبياء والمسلمين من كل ذنب فستكفروا يسن ياموك كم مفي الخير أتكين الأمم يمانا ستورا تطوران الله مفي الحيرة ستورا من قديم مصعد الله تبارك وتعالى ده يحرم تزالن چي أباين قصا يحرم توجه غونا دا إري يحرم تكيسن كي ده ضب ده جنه ناشي ده باب وموتا ده چنتا ده داتشو سي الله شیشي قلي تبارك وتعالى بي ده ابوكين تاري ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر